بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف موضوع الفيلانت تمام هنعمل اللاب كده صغير كده نوضح فيه فكرة الفيلانت دي كور سويتش وهحط السويتشات اكسس وهحط اجهزة بي سي عمل داوت مسلا فيلان فيلاب ثلاثين فيلان أربعين فيلان ثلاثين فيلان ثلاثين ثلاثين وحط هنا اي بي هات لا المترجم الى الانترفيز داخلنا انا داخلت عليك و شو الانترفيز فلان تلاتين دلوتي انا عايز بقى الراجل دوت في فيران تلاتين عايزو يكلم مسلا الشخص اللي نوت في فيران خمسين من اللي بيعمل الروتنج من الـ 2V لانز الـ core switch فهم سعده بعمل الـ工فاشن من الصفر سوف اضع الانترفيس اللي علي الجهاز دوت في VLAN 30 سوف اضع الانترفيس زيرو على واحد لا انا من تحت الفوق هو مش هكريت حاجة انا هحط بس الانترفيس دوت في VLAN 30 اضع الانترفيس 0 على واحد سوف اضع الانترفيس مود اكسس و اضع الانترفيس VLAN 30 هي مش موجودة اصلا هو كده اه اه بحسبك حتى اصدق تكريت اللي هو الانترفيس انا مع كريتاش هو دلوقتي هو بيقول انها مش موجودة نقط exist بس هو بمجرد من انا كتبت الكمان كده هو كريتها اه اه يعني هو هو بينبهني ان انت مش بكريتها مش بديلها حتى نيم يعني فهم بيقول لي انها مش موجودة بس هو خلاص كريتها هو بيقول لكريتنج VLAN 30 فيها كده اتكريتت عشان اتكريت هقول له دو شو VLAN بص هتلاقي VLAN الجديد اسمها VLAN 30 نظهرت يعني بيوفر عليها الخطوة دي بس انا برضك عاملها اقول له VLAN 30 و ادي لها نيم اتش اور و VLAN 50 تمام تمام بعد كده اقول له الانترفيز بعد تانية اتش اشتغيه لو وزيره على اثنين هقول له انت استخدام مود اكسس و هتكدام VLAN 40 تمام 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 بعد كده بقى اللينكة اللي بين السويتش دوت والسويتش ده دي ترانك هخليها تبقى ترانك اه اه بالظبط كده هقول له بقى الانترفيس فاست زيرو على ثلاثة هقول له سويتش بورت مود ترانك هبص بقى على السويتش الناحية التانية هلاقيه ان هو كمان قلب ترانك لان هو في مود اسمه عنده استعداد ان اللي قدامه لو بقى ترانك ان هو يبقى ترانك شو اه انترفيس فاست زيرو على واحد سويتش بورت هلاقيه ان هو نيجوشيشان اوف ترانكينج بقى اون نهاء و الانترفيس مود ترانك زيرو على ثلاثة هلاقيه ان هو الانترفيس بالمرة اترمي عن السويتش دوت حمي ايه احقلب الانترفيس دوت لترنك اقول له CONF T انترفيس فست زيرو على اثنين سويتش بورد ترنك انكابسوليشن دوترنك سويتش بورد مود ترنك هو انا في السويتش دوت مقدرش اقول له سويتش بورد مود ترنك الاول لازم كده احط نوع الانكابسوليشن اللي هبعد ترنك وبعد كده اقول له ان انت ترنك عكس السويتشات اللي تحت السويتشات اللي تحت ما بتحتاجش الكومند ده بص خلاص بقى الاب ترنك لو روحت ادوت حتليه نوع كمان برده الاب ترنك اه نيبل شو انترفيس فست زيرو على ثلاثة سويتش بورد حاليا نمود بتعبع ترنك تمام كده واحنا على السويتش دوت بقى هنزبط سويتش بورد سويتش اكسس فلان خمسين بردك بردك ما تكريتش اه اه بردك عامل نفسك كمان بالنسبة للانترفيزي وعلى ثلاثة اه ثلاثة ثلاثة تمام؟ هو كده كده هذي تمام؟ هه هفتح بقى البينج من هنا حتى نشوف امتى هنرد علي يعني بس طبعا اي احا دي رؤي بالاول اقوله انت عشر عشر تلاثين ضد عشرين اول عشر تمام؟ والجتوية بتاعتك هو اللي هتبقى على الكوري نوت عشر عشر تلاثين ضد واحد تمام؟ هفتح البينج بقى على الجهاز على الجهاز دوت مثلا او الجهاز الخمسين دوت اقول له بنج مينس تي على عشر عشر خمسين وتعشرين اه ذاكرتك قوية تمام؟ بعد كده ارغش انا بقى على الكوري نوت واعمل ايه؟ اعمل انترفيس بينج عشان طبع هاجت ويز للبينجات اللي تحت ال اكسس سويتش تمام؟ اقول له انترفيس بينج ثلاثين انا بردك مش مكارك كده بينج تلاثين علي يعني بعد الخطوة ديت لازم اكارك بينج تلاثين تمام؟ هقول له انترفيس بينج تلاثين اقول له الابي ادرس بتاعك عشرة عشرة تلاثين دوت واحد اين خمساتين ستين اتين خمساتين دوت زيرو ماشي وبعد كده هو طبعا انترفيس بينج ما بقاش اب عشان انترفيس بينج تلاثين ما كريتتش تمام؟ وعمل انترفيس بينج اربعين انترفيس بينج خمسين اه تمام كده؟ اقول له دو شو اي بي انترفيس بريف حالي ان كل كل الانترفيس ب p Nós انترفيس بلانج موجودة في السويتش ده? لسه نعمل بقى الاي بي روتنج نهو. اي بي روتنج بقى على السويتش ده. عشان نفعل خاصية الايه? الانتر في لان روتنج. نبص طبعا البنك. ما اشتغلش. احنا مديناش اصلا اي بي للجاز ده. تمام. ومعملناش حاجة. اه. اه. عالي الخيط. عجرة عجرة خمسين بطو عشرين. عجرة عجرة خمسين بطو واحد. المنجة ما اشتغلش. لا اشتغل خلاص. ليه لان انت بتسأل مين? انت بتسأل مين? تسأل ده. ودعلم في كل حاجة. فانت مش محتاج اصلا ان انت تتعرفها انو. ما انا كنت ولك استنى عشان كده عشان انا اتنم كده. بس. الله يكنا.